السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي ناس بتعمل فيديوهات مرة واحدة وبعد كده بيستعين بمواقع تبدأ تعمل دبلاجة لأكتر من لغة وبيعمل لكل واحدة فيها القناة بتاعتهم وبيعمل الانتشار وبيحقق فلوس كتير كده كده بألاف دولارات في الأسبوع الكلام ده حيي وشفت بعض القناة كتيرة بتعمل كده المهم بيختار موضوع يكون مسل الجدل ويكون تريند ويبدأ يعمل فيديو باللغة بتاعته وبعد كده يبدأ يشوف موقع زي اللي احنا نشوفه النهاردة ويقل له ترجمه بقى الانجليزي والاسباني والبرتغالي والالماني وهكذا ويبدأ يرفع الحاجات على القناة بتاعته او واحد مسلا عنده فكرة معينة عايز ان هو ينشرها فبيعمل مسلا فكرة عن القادية الفلسطينية ويبدأ يعملها بلغات كتيرة او هو مسلا بادعه لفكرة معينة فبيبدأ يعملها وبدل ما يعين ناس او يسير فلوس على ناس متخصة في الترجمة لا يقدر يرفع الفيديوهات بتاعته بلغة كتير جدا مثلا او بعمل الفيديوهات بتاعته بلغة كتير جدا ويبدأ بلغة كتير جدا على سبيل المسال الدي هنا مثلا ده مثلا باللغة العديدة we're gonna make the most incredible chocolate brownie yes who doesn't les encanta los brownies asi que te mostrare como preparar uno increiblemente ديسيه اسيه نينكاستانيه نينفرودة sapien früchte nur schokolade 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 der brownie wird super knusprig und vor allem fluffig er tagit im mund er is samt im mund he will you zapater dabord du chokolade regardez moi ça suspleni du chokolade fondente al 70% che rappresenta la quantitat يمكن ان اشعرف اللغة دي لكن اللغة بتاعته واتحا نواتنا من inglesي الاسباني portugالي الماني وهكذا والموضوع صار جدا وبسيط يقول عليك ان انت ترفع الفيديو وتختار اللغة اللي انت عايزها فبيبدأ في عملية الترجمة طيب تعال نشوف السعر بتاعها عشان نشوف الموضوع هيستيل ولا لا pricing يقول لي هو متوقف على طول الفيديو اللي انت عايز تنشره وهم عندهم خاصية text to speech يعني ممكن تكتب الكلام وهو يبدأ يخلي شخصية تقدر تقول الحاجة ديت تمام يعني ممكن تختار انت الشخصية وتدي له الكلام text وهو يخلي الشخصية مثلا اي شخصية انت تختارها موصل والحاجات دي كلها طيب الحاجات دي ممكن تعمل لي مشكلة لو رفعتها على اليوتيوب او اي موقع من موقع السوشيال ميديا دي زي ما تشوف خدمك فيها لو انت عامل مشكلة اخلاقية يعني مثلا نسبة كلام لشخص معروف وهو ملهوش دي ممكن تعمل لك مشكلة انما لو شخصية وهمية او شخصية ده كنت الحقية فانفاشل مشكلة خالصة يعني الموضوع بش انت استخدمت زي كنت صنعه ولا لا لا استخدمه عادي الموضوع هل انت عملت حاجة خطأ ولا لا تمام استغلت حاجة او حاولت تنسب كلام لشخصية معروفة او حد تدايق منها حد قدر يثبت ان ده صوته او دي فيديو ليه فدي تبقى المشكلة فهو حتى الان مش مديني ان انا اجرب هننا اقول له اعمال ديمو فهو بيقول لي ابدأ با اختار تمام اقول له مثلا المعلم بتاعتي تمام واقول له بحيس ان هو يديني امكانية بعد كده ان انا اه اغرب الخاصية دي بيقول لي ان هيجي لك ايميل على اساس ان انت تبدأ تغرب الخاصية دي تمام ان شاء الله لما يجي بدأ نعمل فيديو كده على رواقع ازاي لكن انا اجهرت مواقع كثيرة كل انت عليك ان انت بعد ما تشترك تمام يعني تبدأ بتقول له مثلا عايزي بنفتوح لها كل الوقت او عايز مثلا ساعتين او كده تقدر ان انت تشترك تقدر تنفع فلوس وبعد كده تحدد بس انا عايز اللغة اللي انا عايزي تبلج لها كوري مثلا الماني ياباني زي ما انت عايز اوتوماتيك بتلاقي الحاجة بتعمل في سواني دلوقتي اصلا بقيت الموضوع في مواقع مثلا زي زوم ومواقع تانية بقى في ادنس في نفس الوقت وانا بتكلم مع احد انا بتكلم الماني وهو يسمعني روسي وهكذا تمام يعني حتى في شات جي بي تي شات جي بي تي ممكن في نفس الوقت اروح ايه اقول له انا بتكلم مع صديق اسباني ترجم له اي حاجة نقول له اول ما اقول له هو بيترجم فالموضوع بيبقى ما بيخدش وقت ما بيخدش جهد بقى الموضوع سهل جدا وكسير لكن هو حتى الان مش مديني صلاحية لكده غير لما يصلي اميل وابدأ ان انا هتجاوب معي في اي شخص يقول لي طب انت عايز تجربت دي طب انا عايز حاجة للتعليم مثلا فممكن ان ادهالي فترة كده تدريب او انا رجل يوتيوب واربعة من الفيديوهات معلش اسمح لي كده ايه ان انا اجرب تمام هي دي الفكرة فتماني اكون الموضوع وسط اول ما يسمحون لنا ان شاء الله بالتجربة نعمل فيديو تفصيل للموضوع